تعيينه في اللحظة دي كانت من أهم وأخطر القرارات اللي ممكن تؤثر على مرحلة هذا المنتخب لأن الجيل ده كان بقاله سنة كاملة شغال مع الكابتن واررياض فجأة جبت جهاز أجنبي بقارية ميكالي كنت ممكن تستنى بعد التصفيات أو يخش مع الجهاز الفني ويبدأ يتعامل لكن تشيل الجهاز الفني ودي الجهاز الفني كانت مرحلة خطيرة جدا ده عندنا حاجة اسم عدم الاستقرار ممكن واحد باسمع الكلام واحد باسمعش الكلام لكن عندنا عقدة الخواجة زي ما احنا عارفين الخواجة بالنسبة لنا المدير الفن الأجنبي ويقصر في المنتخبات سمعا وضع عليهم في كل حاجة وبالتالي هو ليه سابقة كويسة جدا في تدريب المنتخبات المصرية فبالتالي هو موجود والتفاوض معه تم على هذا الأساس فبالتالي سكنوه في الحتة الفلونية يعني هو خلي بالحضرات تحس انه خلاص خليك معنا وحشوف لك منتخب الضرب وكان الضحية مين؟ الضحية وقل رياض شيتوس مع الأسف الشديد بس خلي بالحضراتك برضو يعني تأهلوا واسترار المباراة بالنتيجة دي زي ما حدرتك قلت أنا شايف انه ممكن تكون بداية جيدة لي أو بداية تكون مش جيدة بداية لي انه يعمل حاجة كويسة جدا مع المنتخب ونتمنى انه بمسك السني ده يبقى معاه لفترة كبيرة جدا ما يجيش بعد كده اللي هجيين في المسؤولية على كورة مصرية ولا ممكن حد يقيله في أي وقت ما نتعرف احنا احسن ناس بتقيل المديرين الفنيين لاهداف مش اهداف مكتوبة ومرسومة ومعروفة وخطط معروفة لا حد يمكن لمجرد سمع الكلام مرة ما سمعش الكلام مرة ممكن نقيله وكن نمشي ممكن يعني عن نتيجة مباراة نتيجة مباراتين والكلام ده معناش خطط طويلة الأمد في مديرين فنين في أوروبا مستمرين بعض 10 سنين و 15 سنة في مديرين فنين في المنتخبات الناشئين كنت في السويد فحضرت دورة ناشئين حوالي 20 فريق جايبين لهم أساطير وأفضل اللاعبين القدامى ومسكينهم للناشئين عشان خاطر يطلعوا أفضل ما عندهم احنا عندنا الواحد لسه معتزل وبيمسك أي فريق ويدربوا يلا شد حيلك